جزاكم الله خير وأحسن إليكم تقول هناك امرأة توفي أبوها منذ خمس سنوات ومنذ وفاته إلى اليوم وهي لم تدخل بيت أبيها وكلما مرت عليه بكت وكلما ذكر لها بكت ولم تدخل كذلك مزارعة وكلما لأبيها من ورث وقد وضحنا لها أن هذا لا يصح وحاولنا فيها دخول البيت ولكنها رفضت وظلت تبكي فما حكم هذه المرأة أفيدونا جزاكم الله خيرا أما البكاء فإنها لا تآخذ عليه أما امتناعها من دخول البيت ودخول ممتلكات أبيها فهذا أمر لا ينبغي منها لأنه ينبي عن الجزع وعدم الصبر والمسلم يصبر ويحتسب الأجر من الله عز وجل فتدخل البيت وتأخذ نصيبها من الإرث والحمد لله وهذا أمر مكتوب على بني آدم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام والمسلم مطلوب منه الصبر والاحتساب لا الجزع والتسخط واجتناب مخلفات الميت نعم